ستة أعوام أخفت فيهم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس جنود إسرائيليين احتجزتهم في غزة خلال الحرب الأخيرة قد تفتح الطريق اليوم للإفصاح عن معلومة عنهم بعد أن حسم الجدى الرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بوجود مفاوضات تقودها مصر حول صفقة تبادل أسرى جديدة كافة الظروف السياسية تشي من اقترابها كما يقول محللون حماس التي تقترب من موعد انتخاباتها الداخلية يريد قائدها في غزة يحيى السنوار تحقيق إنجاز خلال ولايته عاد عن أمال الحركة بأن تفتح الصفقة بابا نحو إنهاء الحصار عن القطاع بعد أن ربط بني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي ذلك بالإفراج عن الجنود سيد يحيى السنوار يريد أن يحقق إنجازا في ظل ولايته وبذلك إن حقق هذا الإنجاز من الممكن أن يحقق اختراق في الانتخابات الداخلية لحركة حماس أيضا الشارع الفلسطيني ومقاربة الحصار هي مقاربة رئيسية حيث غانتس تحدث أكثر من مرة أن رفع الحصار مرتبط في الإفراج عن الجنود إسرائيليا تقف عوائل الجنود في موقف ضاغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لإتمام الصفقة إضافة لأزمة الحكومة وعدم السيطرة على فيروس كورونا أعتقد أن ربما الفرصة السياسية مؤاتية لنتنياهو في هذه الظروف عدم الاستقرار السياسي خاصة في ملف كورونا يدفع نتنياهو إلى الحديث عن موضوع الأسرة خاصة أن من تناول موضوع الأسرة مبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيث السنوار في بداية أزمة الكورونا بالإفراج عن كبار السن والمرضى وكانت حماس قد ربطت الإفصاح عن معلومة بخصوص الجنود الإسرائيليين بالإفراج عن أسرة صفقة شاليط ممن أعيد اعتقالهم وإطلاق صراح الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن للبدء بالخطوة الجدية في الصفقة الجديدة تحرك مصري جديد يعيد الآمال لأهالي الأسرة بالإفراج عن أبنائهم في الوقت القريب فأكثر من 500 أسير فلسطيني محكمون بالمؤبدات داخل السجون الإسرائيلية ووحدها صفقات التبادل هي سبيل خروجهم نحو الحرية والحياة نفي نسليم الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر